رجعنا من جديد في سبريميكس الجزء الثاني من حسامتنا اليوم مع ضيوفنا احمد الصالحي ثابت القاهرة طرق العبداليو وكذلك مروين التاج بدأت الأمور تسخن شوية للكلاسيك ونهية الأسبوع بالليتوال والتراجر ياري تونسي مروين فظال فما شوية غضب في سوسا من تصريحات متاع اسكندر القصري بعد المقابلة بمعاش شفتها عادية هنا لكن تم تأويلها كي قال متعاودين نمشيوا لسوسا نربحوا ونروحوا ولا حاجة هك هي ممكن على كلمة متعاودين لشادة الغضب معتنا من الجماهير النجم رياضي سيحلي لحقيقة كلمة متقالش السلام النجم نعمل ديكلاراسيون نقول إن شاء الله نمشيوا لسوسا نعمل ريزولتات بها كل شيء متعاودين فيها نوع من استفزاز الحقيقة من عرشنا وحب يقصد بها سيسكندر اللي بالحقيقة ممكن مريتوش قبل السرح بتصريحات هذي عليش الماتش هذي بالذيت بلكش تم تأويلها نحنا كل شيء نأولوه مرون ولينا اللي هو ليه لعد سليم رأينا تباركلم عن نفهموا بعضنا ونفهموا البروفوكاسيون قبل الماتش ما ندخلش في نواية لعبية ذي ما زيدة كيف كيف هاني قلت لك أنا كان انتي تراها متعاود تقراها بنية باهية ولا خايبة بيش تقول لي انتي خادر كل واحد كيفي بش يقراها متبقى ممكن أنا فهمي بنعرش يدولي كي يجي هكيم لقراتها كيكة نجي ونحنا نقولوا ليه اسمعني ديماً ما تشوي تذوماً اللي يتوال وليس بيروس بيش تكون السخونة تبدأ تتحذر من الأول الجمع واحنا نعرفوا ملعب سوسة معتها ملعب صعيب ونعرفوا قبل شفنا مبارية التراجي ما كانش تتعادى بسهل في سوسة وحاجة ما نشجعوش عليها بالنسبة للجمهير الناج من رادي السيحل نعرفوا الليوم زوس في رق محتاجة لتروى عندهم أربعة معتها جورنيات لتوال ممكن ثلاثة ممكن أنا نرى الماتش هذا بشي رجع الروح لزوس في رق نرى ما نقولوا ما تشتع تلاثة نقاط ممكن نرى ما تشتع ستة نقاط ما ديما نقعدوا في نتاق كما نقولوا الروح رياضي نعرف بريسيون طالعة طول الملعبية جمعات ماتش ناس كل قاعدة تحذر وكل واحد يقول لك أنا الناج من رادي السيحلي اليوم التراجي ما ترجعش على حسابي والتراجي تقول لك اليوم مش نعود نراجع ثيقا لجمهور ممكن ماتش الناج من رادي السيحلي أنا أقول ربي يهديك سي اسكندر أنت كمدرب اليوم نعرفك أخلاقك عالية نعرف شنو صار قبل من أنا حاجة بركة لازمني ننصح بين الجماهير الناج من رادي السيحلي الماتش هذا في بريسيون كبيرة سرتول الملعبية الجماهير حاجة بركة لكونوا مكتعرف كي مقبل صارت في النادي الافريقي مع صيد السيبي في بيجا ممكن أنا اليوم راها استفزاز لعلا يحب يربح بيها الماتش بطريقة أخرى واللي أحنا مش نشجعوش عليها لعلا تدقالها كلمة عادية وتعديزت شوف ما واسمعني يا إسلام أنت مدرب ونعرف الأجواء سخونة ما بين النجم الياضي السيحلي ساعات كل مرة هي تشعل برشة حاجات ودائما حابينيش تكون معنات من مدرب قدير ومعناتها معروف بالأخليق متاعه والتوربيا سيسكندر القصري ماذا عليك انت ياه؟ أنا والله في تقديري التصريح افتقد إلى نوع من الكياسة ما يعني الكياسة؟ كياسة يعني التصريح في بصراحة ما تلاسي ما خاصة كي يجي من إنسان مثل سيد سكندر القصري معنات إنسان محترم ليس متعاودين بي على حكايتها ليس متعاودين ليس متعاودين ليس متعاودين إسلام هو أنت لما تبدأ خارج من ماتش كان من الأجدى أنك تحكي على النقايص الموجودة في فريقك عليش مربحتش وتقول إن شاء الله معنات بش نحاول ونستعدوا المباراة للنجم خير من هكا ونقدموا مردود خير من هكا وإن شاء الله نحقوا الانتصار وكذا وكذا أما أنت كمدرب تجي تقول لهم متعاودين إحنا من ديما كم كنت تحكي إنتي ديما نقدموا حسن النية ولي ما قصدش وخاصة إنه ما عندوه سوابق في الاستفزاز هني قلت لك أنا كي جيت منه هو استغربتين ممكن زلت لسين إذا كان يزلت لسين خاصة بمباراة النجم والترجي دائما نتفادى الشحن الزيت ما كنت عرفت الجمهور الرياضي ما يقرأش ما يفتشش في النوايا يقرأ التصريح كما هو يقول لك هذا نوع من الاستفزاز نوع من الاستهزاء كان على السيد اسكندر القصري أن يتفادى هذا التصريح لأنه يثير نوع من الفتنة وهنا نوع من الغضب لدى فئة من جمهور النجم الساحلي وأحنا ما ناش في حاجة لشحن الأجواق قبل الكلاسيكو ما هوش مصير هي مباراة عادية بين النجم والترجي الترجي كي يخسر وقال النجم الساحلي كي يخسر رأي الحياة تستمر والبوتونا مزلت طويلة والماتشويت مزلوا جايين وأنا نتصور كل سواد ترجي ربحوا وقال النجم الساحلي ومش بشي غير من الواقع الزوز في رقشة كثير ماتش مرال ماتش مرال ماتش متاع فاس متاع شمبيونات ماتش مرال بش تخليك تختم في كونديسيون باي سيرتول يالي اتوال وزيدة والإسبرانس الزوزر خليني اخو ذلك ترك في التصريحات ينر يمكن تصريح عادي قلقيته يحد مشاتبني بايش الخطر يمكن صارت الوضعية هذية سابقا معنى في أزمة بتاع ترجي مشين بالسوسة وربح لتوال وقتها وخرج من الوضعية الكريتيك اللي هو فيها يمكن عنده وهو الفكرة هذي يمكن الخطرة ذاكة ونشاطركم الرأي اللي هو السكندر الغاز موش متاع هل التصريحات هذية وديما نحكي نقول ديما اشو ديما المدرب يحاول يرزن شوية يحاول يختار الكلام الخطر انا فاهم اللي هو موش راوي بروفوكي في النجم والنجم الرياضي الساحلي كافة مفاريق يحترم النجم سيرتوه في سوسة هو تارجي معنى يعرف بيش تربح لتوال في سوسة يزمك تحترمها سياعه فنين وتعرف اللي النجم راي فريق ديما كبير يوقع ديما فريق كبير فريق اللي يعرف يحذر مقابلات وفريق سيرتوه في المقابلات الكلاسيكو يحذر يعرف يحذر ما تشوه والمقابلة متاع الجمعة هذية ما هيش مقابلة مورا المقابلة يكون بش يخرج من الوضعية من الازمة هذي سوى الاسبرانس ولا لتوال ووضعية متشابه متشابه وخاصة في التصريح ماذا يكرروا التصريح اللي هو سخون برشة من المكشر تعرف اللي المقابلة هذية موش سهلة مكشر اشن هو التصريح اللي قال راو اي ملاعبي بش يتمشى بعد مقابلة المتلوي راو بالنسبة لي الخطر هو وقت يحذر زيدا في مقابلة التارجي معنى هذية ميساج للملاعبين مقابلة التارجي في مقابلة ما يفتاويق بش يتمشى بش نجم تربحها والعكس بالعكس نحكيه زيدا على القصري في التصريح متاعه على راو مستنسين ولا نربحه ومش مستنسين بالفاصل الخائب من نحكيه نوع تكبر تكبر فما تكبر فما تكبر تكبر نجم مست حتى ملاعبيت ولا هو يدخل المال شراء بحين راك بش تلعب مقابلة ساعات فما نقطة بسيكولوجية معنى يزي مكراك تاخذها حتى على المنفس شنوه المهم ما نتعداش على المنفس متاعي نحترم المنفس متاعي اليوم ما قالش كلمة كبيرة ودي ما نقول هو تحصل تصريح ديستيني الجمهور ارانا منجحناش اليوم في ماتش من زرد هم عرانا الجمعة الجاية ارانا مع النجم الساحلي ارانا بش نفوز ومستنسي سيكون غدوة المقابلات الكل لكن كيف يش تشوف الماتش هذي متاع اليتوالي اسبرانس خباركو الشي في ثانوين نرجى تصريح متاع متاع اسكندر شوف اسكندر تصريح متاع كان سبونطاني ما كانش فيه سوء نية او حسن نية لكن حاسبراي التصريح ذي يخدم اكثر نجم الرياضي الساحلي ولعبيه متاع نجم الرياضي الساحلي شوفنا يقبال مع الجايدة وستيف ذا اللي حاجة من نوع هذي صارت تصريح حاسبراي يجي بي اكثر للنجم الرياضي الساحلي ومبعد اذا كان بش تخسر مقابلة ضد النجم الرياضي الساحلي شنوبش يكون الموقف متاع اسكندر بعد المقابلة دونك هنا يزم التصريح الحقيقة يكون محسوب كما كما حكيت او سي احمد دونك التصريح متاع المدربين الحقيقة يلزم يتحصل شوية ويرتقي شوية الخطاب مقبول بالنسبة للجماهير وإلا حتى للمنافس وإلا للجماهير بصفة عامده مقابلة غدوة تعرف اللي نجموا الترجيته مهمش في احسن حالاتهم الحقيقة ومشاكل فنية كبيرة برشة لكن تعرف ديما اللي مقابلت هذه مقابلة يعني في تونس تعطبر مقابلة من الصف الأول كلاسيكو يعني تاريخيا جماهير اللي تابعوا برشة وزوز في رق يكونوا ديما حاضرين في الموعد كوسوسواء للأداء متاعهم في الموسم وكوسوسواء يعني الجاهزية متاعهم البدنية وإلا للفنية لحقيقة حسب رأي نتيجة نتيجة غير متوقعة نستنى وشنو اللي ردد الفعل متاع الزوز في رق خاصة بعد تصريح متاع الزوز مدربين متاعهم وأكيد وإنه الأسبوع هذا نتصوره إنه الزوز المدربين اللي في كيف متاع ناجم توا معروف اللي في كيف متاع الترجي كيف كيف فمش حاجة غير متوقعة بش تصير في المقابلة فيو إنه الحقيقة اللي ستيل دوجوية متاع الترجي لحد الآن يعني ما يبشرش حاجة ومن المقابلة الاخرانين ما يبشرش يعني اللي فما تغيير كبيرة كبيرة كبير برش ينجم يكون يصير في الأداء متاع اللي اللي نجم كيف كيف في عدة مشاكل خاصة المشاكل الدفاعية كبيرة برشا دونك نسا نيو شنو اللي ينجم يحضر اللي سيسكندر والليطال الفني بتاع عودة زبير باية بش يكون حاضر في المقابلة ذالي ولا حدث انه زبير كل موجود في الماتش كما هك ينجم يكون حافظ الملاعبية تلتوال ويكون عند تأثير يحكينا عليه برشا يا ماتل الماضي إنه غايب ينجم يكون حافظ الملاعبية وجود الرئيس المقابلة ذاية بالذات هني قلت لك أنا ما نحبش إنه نكبر الماتش متسير شوية بريسيون كبيرة حتى سيرتوه أنا رو زبير معتها زبير اليوم اسم النجم رياضي سيحلي اسم كبير وانتي شادر جمعية كبيرة ونسكول يحبوك في سوسا ماذا بينا مش بالمقابلة ذاية بالذات لنحشاله معتها في مقابلات أخرى معتها من بعض التراجي تبقى حاجة بركة اسلام اليوم جي تشوف رو الماتش ذاية وعشتنا الأجواء في سوسا ونعرف شنو الأجواء بالضبط ماتش التراجي فما سبيسيال مو لجماهيل النجم رياضي سيحلي لازمنا على قليلة المباراة ذاية اسلام ماذا بينا نشاهدوا فيها معتها حاكم أجنبي الحقيقة خاطر ماتش بيش خاطر الماتش ذاية ذولي أنا راه يتربح ما يتلعبش مش تسير فيه برشا برشا ديويل باش تراو تقاطع برشا لعب بالحق والله هاني قلت لكم أنا نعرف في برسيون كبيرة ونعرف زوز مو معتها الجماعيات هذوما مطالبين بالربح انا قول رو اليوم الربح ذاية خير لي من شامبيوناء شنو هاني قلت لكم أنا طوى بور المومات في السيتياتي ذاية ماروين العقلية ذاية هالي هي اللي اللي ذالت ونحكيش على المنفس نحا نكمل العقلية هذي هي اللي خليت تراجيه يكون معاتها في السنين اللي قرأ ألقابه ذاية مرحة تلتار قطلو راو متاع مورال للملعبية مانيش نقصد اليوم كما نقولوا انا قلت لك سيرتو البريودة ذاية الربحة ذاية اللي زوز في رقلة ونحكيرا انا مضابية سيرتو الماتش ذاية ونعرف شنو بشي سير معتا في وسط الماتش خاطر انا عاشتو من سيرتوها سيرتوها ذاية ضد التراجي وفي الجد من الجد من يذي سيحلي مضابينا بعض منو خرجوشو ونحكيو عالي زاربيتر اليوم اسفوار الاربيتر التوسي ليشكون بشيمير انا اكيد لك انا اجا اكلمك من القوضوش نهزو الراجع والمورال هذا على حساب هذا عطينا حقنا нейحبو الراو مباراة كبيرة مسكونكمها راهيدا ما هي incapable ما حكي عالنجم لياضي سيعلي بها زوый ما حكي عالنجم أنا اليوم حط الحكام ما تعاينش بأن تصير انا مضابية باش نبعدوا الكلامات زاية تمام chapter 1 ما اخويا انا قول Filip اللاربيتر ارادية كانت تحتآت التوسي متحطوش على حسابي مرون هي نهتشافتة الآن خلوضة بالضبط شمعاتي ولعبت فيها والنحب كل واحد يأخو حتى مباراة مسير ونادي لفريق نقوم بمسير بدلل لنقدم وشوي عنديك تعليق ما نحصل انا شطر مرون فحى جانب كبير من الكلمه التعاه لا تستطيع ليس متعود بالنسبة للنجم الساحلي بالحق مباراة مهمة ومهمة للغاية لأنه أي خسارة للنجم الساحلي في سوسا وضد منافس اسمه الترجلة توسي اللي في السنوات الأخيرة يمشي سوسا ميخسرش بشي صلت ضغوط هائلة أولاً على الهيئة المديرة على النجم الساحلي وعلى زباير بيشة تحديداً أنا مضابيش أبو محكم أجنب يعني يقولها من طوى ونعرف شنو قاعد نقول وعلى المزيلي شو من الكلمي راوكي مشي تحط أربيتر تونسي أربيتر اللي إذا أربيتر تاني عاموش خلصين مروين هاو في ليل كان عاموش خلصين مروين لا نعمساش مع نجبار أخويا نهونه على ماتش كيما ذي نجيبوا أربيتر أجنب والتي تحمل بس وليتي على الكلم يرا خليكمل مروين حاجة أخرى في صورة أي معنى تنتيجة سلبية للنجم الساحلي ستزداد الضغوط على محمد الأبكاشر وسيصبح العمل أحمد إن شاء الله تكونوا بحضين ربينتوا بحضين نحكي أخرى على المقابل خلنت عديو شوية نحكي على موضوع السياسيس البلح طارق السياسيس لعب مقابلة ودية في ليبيا مع نجل الأخضر الليبي نعاش كنت سألنا وسط الأسبوع بعد تعيينها على الجدوى من مقابلة كما هكذا قال لي حتى اللي توقع نيصار حتى بعض الهزيمة وكي لعب الفريق الثاني الفريق وبعض الهزيمة هذه شفنا حتى حد التوتر بين الصفحات بتاع السياسية زادت بعض الهزيمة قدام الفريق اللي بصراحة ما احترامنا ديه ما هوش من كبار القوم في ليبيا ما هوش من الناصر ما هوش فرق الكبيرة مش الأهلي مش الاتحاد هزيمة خلت زيد الضغط أكثر على سانتوس الخطر المقابلات يصرتوك بعض باركور معناه نيجاتيف للفرق مثلا الفريق كيف ندري ذي سفيقسي معناه عنده كانت عنده أحلام أخرى وفريق يعني يبني في فريق ممتاز اليوم حتى اختيار المنافس وما تعرف انت طو فما سفر وفما شارج وفما برش عاجات دونك يدور لي على ملعب افتتاح ملعب يدور لي للفريق هذي الليبي يسافر النيدري ذي سفيقسي وخاصة قتلك هنا بعد لمومون كريتيك لو جو ديمة على المقابلة اللي بيش نربحوها معناه على المقابلة بيش نعملوا فيها على المقابلة بيش ترجعانها المورال اليوم فنيا النيدري ذي سفيقسي حتى في اللي ماتشاميكو عنده إشكاة عنده مشاكل دونك تتواصل هذي في الوديات كما تواصلت معناه في الرسميات من حق الجمهير النيدري ذي سفيقسي أنها تتغش على الفريق امتلاح السورته ما فماش تتطور للفريق هذي وبش ينعكس حتى في المقابلات يعني وقت التلعب مقابلة ودية نقولوا احنا مثلا كيما تترانا كيما تتلعب نار لحد كيف كيف اليوم مقابلة ودية للنيدري ذي سفيقسي مع أدفرسير بالمستوية بتاع الأخضر الليبي في النيدري ذي سفيقسي ما يجب مش يخسر حتى في دي بلاسمون حتى من قابلة ودية لعب بالفريق الثاني ما فماش فريق ثاني فما فريق مثل النيدري ذي سفيقسي لابس مالول النيدري ذي سفيقسي وبفكتيف انتي اخترته كيف كيف كان أولاد النيدي وصغار انتي مكونهم وبالعكس عندهم الموتيفاسيون وعندهم باش ينجم يفك بلاس وباش ينجم يقول المدرب براني اليوم موجود لخطر اللاعب الصغير زادها في اليمامون وكان انتي ما تفكش بلاس وكان انتي ما تلعبش توا مالاوقتي يفتلعب ووقتي السياسيس تعمل كيف تشاطر وفائبت في رايو ومعطها فما جدا من مقابلة ودية قبل التفعيان ماتش كبير مع أولام بلبيجي السياسيس شوف اذا كان لعب الفريق الثاني شوفوا انا مفهمش اشكالية كبيرة لحقيقة بطاتر جدا نادي سفيقسي ممكن انتبع بحافز مادي للمقابلة مازلت ما نعرش اما اذا كان لعب الجامي كيف بطاتر الشوط الثاني ما انا مريدش المقابلة الحقيقة بطاتر الشوط الثاني ندخلش بعض عناصر من الفريق ما نصور ما نفهمش اشكالية كبيرة وانش هطرش الحقيقة طارق واتلي يحكي على مقابلة نادي سفيقسي ما نزمش يخسر فيها في الاخر ما هي مقابلة مقابلة وديم في مشاكل الموتيفاسيون الكبيرة برشا خاصة اللي يلاعبوا فيها شبين من الفريق الثاني موش شبين بواما موش شبين لعبوا برشا ملاعبية معتها معتها من الحتياتين في وضعيات اخرى نمشي معك هما اليوم انت وضعيتك خائب انت كريتيك لليوم المدرب ينجم على مقابلة ودية نحن اي وغير ذا دي سال مشكلة ليس في المقابلة الوديية بالحقيقة المشكلة المشكلة في المدرب بالحقيقة عليش انتبعت المدرب مع بيترو السنة الماضية في مقابلات لعبهم ضد تراجي رياضي تونسي كنت حللت المدرب وشنو الأفكار المتاعه والستيل دوجيه مع بيترو وحتى الوضعيات تكتيكية كل وقت اللي مقابلة لولا لعبناها ضد الديسفاقسي مع مستقبل وقت اللي شفت المقابلات الوديية خاصة ضد الهلال السودان الهلال السوداني ناديسفاقسي بقى على نفس البرنسيب ونفس الثوابت حتى مع اللاعبين عن ناديسفاقسي اللي مهمش لاعبين بتاع بيترو يفتقدوا الحقيقة في المليوترية ثوابت شنوات ثابت ثوابت التكتيكية ثوفنا السياسية تلعب طريقة مختلفة برشة على بيترو بيترو عمنا وكشفناها تلعب وتشد كورة وتصنع لعب لكن ما وصلش لهدفه بيترو ويوظفه مع النادي السفاقسي هنا ما مجحش هو يلعب برشة خاصة يبدأ باربعة ثلاثة ثلاثة لكن في تبدأ ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة وتتحول حتى أربعة واحد أربعة ثلاثة نفس نفس تكتيك نفس الكمبيناس اللي صاروا معها في مع بيترو حب يوظفه مع النادي السفاقسي لكن هنا ما نجحش الأمور ومنسبة لنا خطأ على الكريتة كريتة تعمل عبارة مع نفس الجوار يبدلوا الريتر في الملية تيران خاصة في ثلاثين خمثلاثين أربعين متر للإخلانية وفما ديما أنتون دو جو زيت وفما يلعب برشا للجو ديريكت دونك احنا مع مستقبل جيبس وقد درسنا بالكداء نادي السفاقسي الحقيقة وصلنا وقفنا حتى دقيقة سبعين خمسة وسبعين بعدهم فوقانين دونك بالنسبة لل أننترونير وقت اللي بش قابل نادي السفاقسي الحقيقة تبدأ الاناليسة كتيك متاعو واضحة والبرنسيب متاع المدرب متاع نادي السفاقسي واضحين برشا فهمش برشا اجتهد لا توقف لكيبه أحمد اخسروا الرباح السياسيس وسانتوس من مقابل انا اسلام في تقديري لما النادي السفاقسي بالهيئة المديرة ومديره الرياضي بإطاره الفني يشوف أنه من الصالح الفريق يمشي يعمل مباراة ودية معنا تمام مراش احنا مقلقنا معنا في ليبيا ولو في ليبيا خيم مدينة البيضة ولا في ضواحي بنغازي ولا يعني ما مشيش بوركينا فاسو وانا في تقديري احنا ما نتصورش احنا نقدروا مسلحة النادي السفاقسي اكثر من المهومة وقتليون ترنور وديركتور تيكا سبورتيف ومديره قرروا بشي يعملوا ماتش اميكال يعني عرفوا الوعي من يشقدين ومتعودنش بيها ماتش اميكال ومتعودنش اسلام هذي حاجة شو هما يملكوا من القدرات باش ينجموا يشوفوا الماتش ذيك فلابل يتيل ولا لا بالنسبة لي ليبيا ساعبوا لأبريتو ايه مايش أبريتو كانت الماتش زيادة على العواعد المدلية يعني كانت له فرصة بشي يشرك عديد اللعبين وبشي يشوفهم انوفر وقت الفرصة ما توفرلوش في مثلا في التدريب وإلا في ماتش رسمي وكان كذلك يعني بقطع نظر على نتيجة المبارد هاو زيادة ديبريسيون بتاع الجمهورة والتعليقات والصفحات اسلام اراوكامش نقعد وإحنا نحكيه على الضغط الجمهور لو معاش تلعب بالكورة الجمهور يحب كل جمعة الفريق بتاعه يربح أربع خمسة بلاش انا في تقديري النادي اسفقتي يمنح مهلة وفرصة لهذا المدرب إلى غاية جانفي إذا كان ما تحسنتش الأمور يكون وقتها هو أخذه فرصته كاملة وما تكونش هيئة السيساس تسرعت في إيقاطه نمشي وفاصل موزيكا وبعد نكامل وإخر جزء من الحصة إمتعنا اليوم